اشتركوا في القناة 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 باش نعبروا على المسألة هالناس اللي محصنين هذوم عملولهم افصيل في اطار مكافحة الفساد في المجال الجيبائي انه باش يتم مراقبتهم منذ سنة باش يرجعونهم الى سنة 1988 لانه القانون توا ما يسمحش بالرجوع الى سنة 88 كانوا باش يعملولهم احكام استثنائية باش يرجعونهم من بداية سنة 1988 القانون عشر سنين يقول يغلل القانون اذا كان هو في وضعية اغفال كلي عشر سنين عمره مصب اما اذا كان صب حتى ولو كان التصريح مغشوش 4 سنوات حتى ولو كان التصريح لا شيء ومغشوش 4 سنوات يعرفوه لابس بيهو يعمل لست سنين اذوكم 0 مليم 0 مليم بضبط وكان باش يتم تدارك الاغفالات في النسخة الاولى النقطة 42 تدارك الاغفالات والاخطاء والاخفاءات التي تتم معاينتها في اساس الاداة او في تطبيق نسبه او في احتسابه لشكونا ذي هذي الاشخاص الطبيعين المعنيين بمصادرة الاملاك والشركات التي يمتلكون في رأس مالها اكثر من 5% بصفة مباشرة او غير مباشرة ولكن نعطيك ملاحظة بهذا الخصوص هامة جدا هو التعليق المتاعي انا مكتوب هذا ذر رماد في العيون علقت عليها او ككتب ذر رماد في العيون هل انو الناس هذو مبرك اللي معنيين بالمصادرة هما اللي كانوا يتمتعوا بحصانة جبائية ما تعرفش اللي انا وقت اني يكون مسؤول في الدولة ونحب ان نحصن شخص نعمله مراقبة جبائية سورية نعمله مراقبة جبائية الا انه سورية المقترح لا يا عابش نعطيك مسألة اخرى خطيرة هو ان الفصل قدمنا مشروع فصل بهذا الخصوص تحت عدد 25 مكرر من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الا انه تم الاعتراض عليه صلبة لجنة المالية وهذا خطير جدا وهذه الفضائح التي يجب ان يعرف الجعب هذه الفضائح سلاسعد لحظة معتلوكين تلطف شوي من عبارتك انو اذا لجنة واعترضت في مش خطير مش بسرق لا افراد داخل اللجنة من اعضاء الترويكة افراد من داخل اللجنة من اعضاء الترويكة سلاسعد بعد اذنك شنكونوا واضحين بانو ثم نواب تبنوا هذا المقترح الاعتراض تم فليل ما هو الاعتراض عادي مع انت هو مراوه مثلا فمش كون يقول لك اللي هذا بش يحل اللي يعمل حالة فزا على لدرجة الاعمال شمعنة هالقانون هذا مع انت اي مواطن ينجم يهبط عليه الفيسك مرة اخرى حتى كان هبط عليه قبل بمعنى بش تحل انت حالة عدم استقرار نجم انا نصفي حساباتي سلاسعد انت معانتها على الحديدة معانتها هبطت عليك الادئات عندك ثلاثة سنين تجي انا مش متفهم معاك نعود نهبطها معاك نقول لك ليرا واذاك ناقص وكذا معانتها الهناء فمش كون يقول اللي تولي فوضى واللي تخلق بانيك لدرجة الاعمال واللي معانتش حسوا بالامن معانتها سلاسعد الهناء الرأي ورأي الاخر لا داعي لتقول هذي فضيحة لانه ذاك كان رأيهم مختلف لا يا سيدي تعرفش عليش فضيحة لانه انتي اليوم وقت اللي تقرأ في البيان متاع الحكومة اشنوه توجد توجد وان هناك اجراءات اتخذت لمكافحة التهرب الجباي وقد مكنت الصفحة السادسة علما ان بيان رئيس الحكومة تضمن عددا هاما من المغالطات لا لا ارجع له بيان رئيس الحكومة في هذا الجانب تم عديد المغالطات انا اشنعطيك في الجانب هذي اشنوه سي لاسعد ذاودي اللي ريدهم في خصوص تهرب جباي المغالطات بعد الفاصل بعد شوية بخصوص الحكاية الادئات والفيسك اللي يهبط على العبيد قلت اللي فهمه مغالطات في خطاب سيد حمد جبالي سي لاسعد مع تلوكين تفسرهمنا يعني معه طلب يعني بتخفيف بعض العبارات معناتها نعم احنا ديما نخفف العبارات انا اليوم نجي نقرأ في الصفحة السادسة بوضوح يقول لنا وقد مكنت التدابير المتخدة بهدف المصالحة الجبائية والحد من التهرب الجبائي هذا مرين منه حتى شيء فيما يتعلق بمكافحة التهرب الجبائي ونحن اليوم باهتين لانه ما ثم حتى استراتيجية وطنية لمكافحة التهرب الجبائي وقد قدمنا في ذلك مقترحات فصول مكتوبة مع شرح الاسباب والعديد عدد هام من النواب وقعوا وثيقة تم ايداء بمقتضاها ايداء تلك المقترحات لدى رئيس المجلس طالبين منه وهذا خطير جدا طالبين منه احالة تلك المقترحات الى لجنة المالية بغرض النقاش ولكن وللأسف انها لم تحل وهذا انا اصنفه في خانة الفساد الاداري المستشري داخل المجلس التأسيسي وعندي حجة اخرى انه في 13 جوليا 2012 تم تقديم مشروع قانون تم تقديم تارش نوقعه سينوفل لقد تم اخفائه وبعد ما احتج النواب في شهر اكتوبر على مسئلة تهميش دور المجلس ودور النواب الجلسة العامة تتذكرها اللي تتعلق بدور النائب وقت اللي اتحدث السيد النائب مبروك الحريزي واثار الاشكالية متاع اخفاه هذا المشروع وقبره وما تحدش على الموقع الالكتروني ايش عمله؟ بادروا بسرعة لانه ايضا النائب احمد السافي احتج على ذلك ومشاهل الادارة وقالهم توتش بدون المشروع باش تحط على الموقع الالكتروني هذه فضيحة وقد طلبنا بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد الاداري الا انه لحياته لمن تنادي ودار لقمان على حالها نرجع بيك توا الى المغالطات بخصوص مسئلة مقاومة التهرب الجيباي في الصفحة التاسعة من البيان ونظرا الى شح الموارد الذاتية للدولة التي ستبلغ وفقة تقديراتنا هذا مطابق للمعايير الدولية هذا مطابق للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ان مشروع قانون يتم اخفاؤه هذا يستلزم فتح تحقيق نرجع بيك توا الى مسئلة المغالطات بخصوص مسئلة التهرب الجيباي لانها مسألة هامة جدا مسألة هامة جدا حتى حسب التقارير مدع المنظمات الدولية ونظرا الى شح الموارد الذاتية للدولة التي ستبلغ وفق تقديراتنا 19.975 مليار من المليمات تم اقرار اصلاحات ترمي الى ضمان العدالة الجيبائية هذا غير موجود هذه مغالطة والتحكم في نسبة الضغط الجيبائي في مستويات مقبولة فضلا عن العمل على خلق الثروات وتحسين مردودية الاقتصاد الوطني كما اقررنا اصلاحات تهدف الى مقاومة التهرب الجيبائي هذا محظ خطأ هذا محظ مغالطة وبالامكان اثباته بل نحن اليوم عنا من الثغرات الموجودة في التشريع الجيبائي ما يحصن المتهربين من دفع الضريبة نحن اليوم عنا الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجالة الحقوق والاجراءات الجيبائية تساهم في طبيض الجرائم الجيبائية في خرق للعهود الدولية تونس دولة مارقة لا تحترم التزاماتها الدولية ولا تحترم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اللي تحثها على مقاومة طبيض الجرائم بما في ذلك الجرائم الجيبائية نحن اليوم وفي البيان الحكومة يتحدث على مسئلة الشريك المميز عن اي شريك مميز يتحدث ما يعرفش اللي في اوروبا مسئلة طبيض الجرائم الجيبائية فيها توصية اوروبية ما تعرفش اللي نحن بمقتضى سياسة الجوار الاوروبية مطالبين بشلاء متشريعنا مع التشريع الاوروبي ومع المعايير الدولية هذه مش مغالطة فقط هذا يستلزم تحقيق لكن جينا في دولة رد بالك كان جينا في دولة قانون اللي تمت الإشارة إليها تبع معايا أستاذ نوفر لكن جينا في دولة قانون اللي تمت الإشارة إليها صلب الصفحة الخامسة من مبايان الحكومة اللي يحكي وتسريع وتيرة الإصلاح لتكريس دولة القانون هذه دولة الفوضى ودولة الجريمة المنظمة بخصوص مسئلة تحسين القدرة لا لا تحسين القدرة الشرائية ما هي جريمة منظمة جريمة منظمة اليوم تكريس تحسين القدرة ما تنجمش بعد اذنك كلمك مهم برشا معنات ما تنجمش تحبرنا مغيرك الاستنتاجات لا ثم جريمة اليوم منظمة ترتكب في حق المواطن اليوم نحن بصدد قتل المواطن وقتل المؤسسة المواطنة رض بالك هذا بالامكان اثباته اليوم وقت اللي تقرأ واتمنى ان تتطرق الى هذا الموضوع في حصة مطولة اتمنى ذلك لو تقرأ تقرير دائرة المحاسبات المنشور سنة 2011 بخصوص جودة المنتجات ستعرف ان الدولة هي بصدد قتل المواطن وقتل المؤسسة من خلال المنتجات المسمومة اليوم التي تروش بالسوق نحن اليوم محتاجين انه بشيجونا خبراء من امريكا اللاطينية بشيقرونا يعطونا معلومات والخبرة متاحة حول خطورة السوق الموازية والسوق السوداء نحن في حاجة الى هذا هذه ندوات فلكلورية هات ندخلوا في الصحيح كما حكيت سناد مثلا اللي قالت ما قامتش ب30% من المراقبة الصحية انتي عندك اليوم درجت الخطورة في الحليب 40% وصلت هذا خطير جدا انت عشنو معناتها 40% هذا حسب دائرة المحاسباتها اه حسب دائرة المحاسبات طبعا وممكن فات التو لانه ثم انفلات تام اليوم وهذا هو مسئلة انتي تحكيلي تحكيلي اليوم انا نقرأ في الصفحة الخامسة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجريمة المنظمة هي ايش نوع هي اليوم المافيات التي تتلاعب بالاسعار على مرأة ومسمع من الجميع تعرف الفصول 139 140 وهذا الفساد بالحق فصول 139 140 141 من المجلة الجزائية وهذه نصوص ترجع الى سنة 1928 اي عهد البي ترجع نصف الفصول هذه على ان من يتلاعب بالاسعار بامكاننا ان ننفوه من البلاد التونسية هذه الفصول لم تفعل الى حد الان منذ سنة 1928 مش تعرف الجريمة المنظمة والمحمية من قبل الدولة لا انا فصول مش منطقية زادة اللي يزيد 20 فرانك ننفيوه من البلاد لا مش 20 فرانك رد بالك مش 20 فرانك وقتل المواطن وقتل المواطن وتعملت معت انت تحكي على الماضي اما في الحكومة من اولوياتها وقالت اتعملت هيئة لمراقبة التوزيع الخارج اطار التوزيع لمراقبة زيادة على مستوى الواقع لا نرى ذلك على مستوى الواقع لا نرى ذلك تعملت البارح مع انت قروها وبش تتعمل للفترة الجاية انك تقول فولكلور تسمى انت منجم منجم تتنبأ لا مش ني منجم انا اليوم عندي درسانة من النصوص القانونية قانون حماية المستهلك قانون المنافسة والاسعار قانون الاشهار انت تعرف اللي اليوم يتم التحق فما الف لا لا فما الف حمالات المراقبة اللي تصير كل عام وفما امكانيات متاع وزارة التجارة ولا غيرها اللي الخدامة مربوطين قاعدين يزيدوا بشوية بشوية متحاولش تشد مشاكل تونس الكل تحطهم اللي في مشروع 2013 سلاسات لا 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 ما تدخل لي قانون من عام الف وتسعمية وعشرين تحبوا مسنية يفعلوه لا 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 معنا حمالات المراقبة زدي نجم يقول لك نعملوا قريب ثلاثة الاف حاملة سنويا ونشو ينفيقوا بالزيادة في الاسعار والبيع لما نشتروط وغيره ولكن مش متنجمش تشمل الناس الكل معناتها حبيت شوية توازن في كلامك اعتدال مشاكلتون سيدهم من اللي تخلقت من اللي احنا حلين عينينا هذو مشكلها نجاوب تحبهم يتحلوا انتي البارق وديهم لا 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 بش نجاوب عدتوه انتي وقتل يتحدثني على الاعتداد انا ننطلق منين انا ننطلق من نصوص قانونية انا اليوم عندي تشريع يحصن الجريمة في حق المستهلك هل القانون معتها قانون يعاقب القتل بش يتنحل قتل من البلاد قانون يعاقب التجاوزات بش تقع التجاوزات القانون يقع تنفيذه بنسبة معينة معتها شنو لا مش سيلاسعد اخي قانون ضد البيع المشروط ضد ترفيع الاسعار والاشهار وغيره لكن برا شوف العقوبات ورد بالك وهذا مش انا حكيت عليه فقط انا مش انا حكيت عليه فقط حتى منظمة الدفاع عن المستهلك اشارت الى ذلك ولكن دون توضيح لان المواطن اليوم شنو تشير تقول البيع زي دا ما يساعدوش زي دا انت يرى فهما واحد يبيع معتها فهما ناس تبيع فهما بائع زي دا يجب مش تعملوا عقوبة متاع تبركو جملة واحدة لا معتها تكون حكا شوف درجة العقوبات في امريكا شوف درجة العقوبات في كندا تعرف في كندا وقت اللي انت وإلا في امريكا وقت اللي تم التحيل على المستهلك يسجل هداك في سجل المتحيلين وتحرق يتم حرقانه السيدة داك حتى واحد معاجه تعمل معا نجم وناخده حاجة تخرى من كندا به بالنسبة هو ما قالوا معنا نحب نسلك على حكاية التداين وحكاية العملة الصعبة اللي بش تفوت لمية يوم معنا من العملة الصعبة نهار معنا في اخر سنة 2013 كما قالوا معنا باختصار ما رأيك في حكاية التداين ونده حدثت خفية تونس وربعهم كان ما تدعف لا تنجم اليوم تلك الحكاية ولم تتكلم والعملة اقتصادية ولم تتكلم ولا تتكلم المياه ولا تتكلم التدين الخارجي والدينون بصفة العام باعتبار التهرب الجبائي محسن في تونس وبلغ نسب مختر برش تنظر حتى باندلاع حسب رأيي لكان ثم شوية وعي تنظر باندلاع ثورة جبائية لأنه اليوم دافع الظرائب يشعر بالغبن يشعر اللي هو محل سخرية هو يدفع ويمول في الفساد بطريقة لا إرادية لأنه هو يدفع والأغلبية لا تدفع الأداء ومن هنا كيف ينغطون النفقات العامة نغطوها بالمديونية وهي أكبر جريمة ترتكب اليوم في حق الشعب التونسي وفي حق الأجيال القادمة التي تعرف أن المديونية متعنا بلغت أكثر من 6.000 مليار في الفترة الوجيزة معناتها إذا نبقوا نحن كما بن علي وبرقيبة تخيل في بالك أن تونس معاش نوجدها وهذا عنده تأثير كبير لأنه اليوم أنك تدفع فوائد أنك تدفع فوائد أكثر من 4.000 مليار وقت اللي أنت عندك أكثر من 15.000 مليار ضايعين موارد جبائية وهي بإمكانها القضاء على الفقر بإمكانها القضاء على المديونية أكثر من 4.000 مليار تدفعهم هذه خدمة الدين هذا معقول ونحن إلى حد الآن لم نتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهرب الجباي أيضاً ثم مسألة أخرى خطيرة هي مسألة وانا قريت لهنا في البيان هدية يحدثنا على مسألة الثروة وتنمية الثروة أنا ثروة نحكو عليها نحن الثروة التي تنهب من قبل بعض الشركات الناشطة في مجال النفط اليوم على مرأة ومسمع من الجميع الثروة المنجمية التي تنهب اليوم على مرأة ومسمع من الجميع من قبل الشركات الأجنبية اللي هي تأخذ البضاعة متاعنا تشريها الترناتة بـ 40 يورو وتبيحها البرة بـ 200 يورو ثم فارق متاع سعر وهذا يسموه سعر التحويل لأمنه تم استنزاف العملة العملة واساس الضريبة هذا اليوم يقع مقابل فواتير سورية جينا من الجنات الضريبية المقترحة اللي تم تقديمه بهذا الخصوص في المسودة الأولى اللي يتعلق بالملاذات الضريبية لماذا تم حذفه وطالبنا نحن بفتح تحقيق في الأطراف من خلال الصحافة في الأطراف اللي حذفت مسئلة الفواتير السورية انت في بالك اللي ثم فاتورة دخل تلتونس سنة 2007 فيها 120 مليار مقابل خدمات ودراسات وهي فاتورة سورية وغير حقيقية 120 مليار خرجة عملة صعبة هذا معقول هذه خيانة عظمى في حق البلد كيف تم حذف المقترح المقترح هذا اللي يتعلق بالفواتير تم حذفه من خلال نقاش ديمقراطي في المجلس وفي اللجنة معانتها حاسك لهنية سمحني حاسك كين حذفولك مقترحاتك هذه مقترحات تم حذفها هي موجودة في المسودة الأولى ثم تم حذفها ولكن نحن كنا نفكره وحتى عنا بلدان إفريقية ولديلك اسمها مسودة هاي هذا بش نعطيك بش تعرف اللي نحن ماشيينو نتخلفه اليوم هو أنه في إفريقيا لما تفطنوا إلى أن الشركات النفطية وهذا مواثق في تقارير غربية هذا مواثق منظمات غير حكومية اليوم تندد وتشهر بالشركات الأجنبية التي هي بصدد نهب الموارد داخل البلدان الإفريقية شنوها عملت مثلا الكامرون في قانون المالية 2012 نصت بصريح العبارة في مجلة الضريبة على أنه الفواتير اللي هي متأتية من الجنات الضريبية لا تقبل للطرح وهذه أحسن آلية لمكافحة التهرب الجبائي ونهب الثروات الوطنية أن يتصدى نائب أن يتصدى نائب لمدل هذه المقترحات فهذه خيانة فما المغرب لا تيشنو خيانة هذك رأيو فما المغرب مثلا عندها قانون تقول لك تجيل بلي مبلغ مالي بش تستثمر به حتى كان فيه طبيض الأموال أنا نقبله إيش بي هذا يفهمني معتا تقول لك المهم نحرك الاستثمار هاي المغرب على ماشي كامرول معتا لا معتا سلاسة حبيت نقول لك حبيت نقول لك اللي أراء علش اللي ما أخذيش رأيك يتسمى خاين علش علش مش تقول لي تي فهمش كون رأى رأى مختلف مش خيانة معتا مش خيانة تنعض معا متتتفرج على موارد البلد تنهب ولا تحرك ساكنا فهمش كون فهم بلدين تعيش بالأموال المبيضة سمحني وقانون تعمل في المغرب وعملوا ومعناتها جابش تعمل في تونس فترة الباجي قايت سيبش ذولي وما منعرش علش تعاطلها ما إيش أستثمر في مناطق داخلية وما نسألكش على مصدر أموالك منين قانون وهذا يوقع ما وقعش عننا نحنا إي إنتي تتذكر في أبريل في عشرين ثانيا سلاسة ما تتذكر إنتي في ألفين وحداش أنه هذا يوقع إنتي اليوم وقت اللي نجيه نقرأ أنا في بيان الحكومة نحي على مسألة التشغيل واضح شكرا لك سيلاس على الزوادي خبير جبائ